عالم الأطفال قصة محمود والبقرة الطيبة كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام محمود كان عايش مع عائلته في الأرياف بس كان شقي جداً وكل يوم كان بيمسك العصاية ويدرب بيها البقرة من غير سبب وفي يوم من الأيام راح محمود مع بابا الأرض الزراعية ومعاهم البقرة وشاف محمود بابا وهو بيربط البقرة في الساقية عشان تسقي الأرض وفي نفس الوقت كانت النموسة بتقرب من محمود علشان تقرسه واتضايق محمود من النموسة وبدأ يبعد عنها وهو بيقول لنفسه نموسة صغير جداً بتقرسني بالشكل ده وبعد ما خلصت البقرة ساقي الأرض فكه بابا وسبعة تاكل من حشائش الأرض وفي نفس الوقت قرب محمود من إيد الساقية اللي البقرة كانت مربوطة فيها وحاول يحركها من مكانها بس ما قدرش وقال لبابا إيد الساقية تقيلة قوي يا بابا إزاي البقرة بتعرف تلف بيها ابتسم بابا وقال عشان البقرة قوية وانت ضعيف قال محمود وهو مستغرب البقرة أقوى مني قال له بابا أقوى منك بكتير يا بني عشان ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا عشان تخدمنا ونستفيد من خيرها يعني هي بتخرجنا اللبن الطبيعي الجميل وإحنا بنعمل منه الجبنة والزبدة والسمنة وكمان بعد ما بنتبحها بناكل لحمها وكمان بنستفيد من جلدها فكر محمود في الكلام وقال في نفسه البقرة أقوى مني أنا بضربها كل يوم بلعصانة وهي ما بتعملليش حاجة والنموس الصغيرة بتقرسني وبتوجعني قوي كده وفدل يفتكر محمود اللبن اللي بيشربه كل يوم الصبح وقال وهو زعلان اللبن والجبنة وكل خير ده بيجي من البقرة اللي بضربها كل يوم وجري محمود راح للبقرة وهي بتاكل وفدل يلعب معيها وهو مبسوط وبكده يا أصحابنا نتعلم من قصة محمود والبقرة الطيبة أن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الحيوانات علشان تساعدنا ونستفيد منها وما ينفعش نضربها ولا نقزيها ما تنسوش يا أصحابنا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتشتركوا في صفحة الفيسبوك ونشوفكم في القصة الجاية يجي السؤال قصتنا إيه اللي خلط اللي عمله محمود يلا يا أصحابنا ابعتولي إجابة السؤال واللي هيجاوي بصح هنقول اسمه في القصة الجاية باي باي ونشوفكم في صقديدة اشتركوا في القناة